اشتركوا في القناة بدنا نتكلم عن موضوع يعني بعطيك سهولة اكبر في معرفة قطر السلك المطلوب اذا كنت انت بدك تعدل المحرك مثلا الى توازي او الى يعني الى توازي او الى دلتا 380 بولد يعني مثلا احنا عنا هذا المحرك كان ملفوف بسلكين مجوز ملفوف سلكين مجوز 6.5 و 67 سلك 6.5 دزيم وسلك 7 دزيم طبعا الطريقة هي سهلة اذا كان بس لكن بشرط بشرط انه يكون السلكين مجوز سلكين مجوز وشرط الثاني انه يكون الفرق بين السلكين يعني هذول السلكين المجوز يكون الفرق بينهم مثلا دزيم او نص دزيم يعني زي هذا شفناه 6.5 و 7 او يكون مثلا 7 و 8 مش اكثر يعني ما يكون في فرق بينه اكثر من دزيم ولا اقل من نص دزيم طبعا الطريقة انه احنا بنجمع قطر السلكين مع بعض ونقسمه مع اثنين بيطلع معانا هذا القطر الجديد بيكون هو عبارة عن السلك المطلوب لنصف مساحة مقطع السلك الكلية اللي بنستخدمها في حالة توصيل التوازي يعني احنا لما بدنا نوصل التوازي بنجمع المساحة المقطع الكلية وبنقسمها على اثنين بيطلع معانا نصف هاي المساحة بنشوف انو سلك اي سلك بيساوي هاي نصف المساحة المطلوبة على اساس ان نحن نوصل التوازي الان لا الان احنا بنجمع قطر السلكين كرقم اذا كان بينهم واحد دزيم او نصد دزيم بنجمع قطر السلكين كرقم يعني انا عندي هون سلك سبعة وستين سبعة وستين وسبعة بنجمعهم كرقم بيطلع عنا تقريبا ثلاثة ونصف تقريبا نعم نعم وانت لو تيجي تحسب بمساحة المقطع راح تلاقي انو الاحساب صحيح يعني مثلا خلونا احنا نجيب يعني هذا الرقم اللي حكينا عنه ستة ونصف نجمعهم مع السبعة بيطلع عنا ثلاثةاش ثلاثة ونصف اللي هي خمس وثلاثين بنقسم مية وخمس وثلاثين على اثنين عساس ناخذ مساحة المقطع بيطلع معانا سبعة وستين اللي هو سلك ستة دزيم وسبعة بالعشرة او سلك سبعة دزيم اه سبعة وستين طبعا انا وضعته سلك سبعة وستين ووصلته توازي زي متو شايفين الان انا وضعته سلك سبعة وستين ووصلته توازي لاحظوا هاي ستار ودوصل الستار داخلي هاي نقطة الستار الداخلي من جوه اعطيكم بس كمان مثال سريع هيك اه مثلا احنا عنا سلك سبعة يعني محرك ملفو سلك سبعة وسلك ثمانية اه منجموحهم مع بعض اربعتاش خمستاش خمستاش مجموحهم اه نصهم سلك سبعة ونص السلك المطلوب بيكون سلك سبعة ونص وهيك يا اخواني يعني هاي اسرع لك ما تحسب اه بالقياس عم ساحة المقطع عنا احنا سلك ثمانية وسلك ثمانية ونص مثلا اه مجموحهم ستاش ونص مثلا ستاش ونص صحيح نص الستاش ونص بيطلع اه حوالي اه ثنين وثمانين ونص ثنين وثمانين ونص احنا لو نيجي نحسبهم مساحة المقطع راح نلاقي نفس الشي يعني اه نفس مساحة المقطع المطلوبة للسلك اللي احنا بدنا اياه اه ثمانية خمسين والثمانية ونص ستة وخمسين مجموحهم مية وستة وخمسين مية وستة وخمسين قسمهم على اثنين مية وستة وخمسين تقسيم اثنين بيطلع انه ثلاث وخمسين ثلاث وخمسين اللي هي اه بتكون ما بين الثمانية ونص والمقصد انه مساحة المقطع الثلاث وخمسين هي بتيجي بين اه الستة وخمسين والخمسين اللي هنه اللي ها سلك ثمانية وسلك ثمانية ونص زي ما حكينا هاي هي طريقة اخواني بتحسبها بسرعة ما بدها اي مشاكل بس بشرط يكون اه مثلا دزيم او نص دزيم بين السلكين ويكون السلكين مجوز وهاي هي ان شاء الله تستفيدوا من المعلومات ولا تنسوا زي ما بصيكم دايما وبصي نفسي صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته